ملعب روستو فارينا إلى 45 ألف متفرج ويملك تسميم مميز حقيقة متأكد العمل كانت في انشاهد الملعب في 2015 حتى يكون جاهزا قبل اتلاقة مباريات كاس العالم في روسيا 2018 الأجواء هنا مميزة جميلة مثيرة رائعة في ملعب يضمن لنا متابعة ممتعة تشاهد في هذه اللحظات تشكلة المنتخب المغربي لقاء اليوم اليوم يلعب بأكثر حذر باعتماد خطة الاربع خمسة واحدة تقليدية نستعرض لان تشكلة المنتخب التونسي في هذا اللقاء واضح الاعتماد اليوم على خطة الاربع خمسة واحدة تقليدية واضحنا نريد السيطرة على وسط الملعب مبارك بوصوفة يونس بالهندة يونس بالهندة اللعب يملك إمكانيات هجومية ممتاثر واللعب لنتذكر عندما قادم مومبيليين لتحقيق لقب تاريخي اليوم يجعلنا نتأكد بأنه قد يسمع الفارق في مباراة اليوم وهذا ما تعودنا عليه مع هذا اللعب يونس بالهندة مبارك بوصوفة هجوم مع المنتخب المغربي يتقدم باتجاه المرمى يونس بالهندة كوروبتن كطافة عن تحركتين من اللعب وحاولوا الكرة لمصلحات المنتخب التونسي واللعب الشوت تصدي منتاز كان من مولير محمدي تمركزه في مكان السليم يمكن أيضا من إيقاظ هذه الكرة يستعيد الكرة في منتصة في الملعب قراها بشكل منتاز أجواء صاخبة في المدرجات مشتعلة في الملعب مباراة خارج التوقعات هذه عنوين قمة اليوم بين السلول برغم من الاحتجاجات الكبيرة من اللعب يونس بالهندة فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة بمهارة بيمر فيها بيتخلص من الرقاب الآن تدخل اللعب يفقد الكرة يونس بالهندة وهبي خزري أشرف حكيمي كرة تنائية السلم وستلم كرة خطيرة نحو الأمام حكيمي زياش عمل جيد في قطع الكرة وهبي خزري كرب تقطع بعد عمل جيد حقيقة انطلاق بالكرة نحو الأمام فشل الفريق في تحضير اللعب وكرة مقطوعة أيضا يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى حرطية في المنطقة يبعدها من مناطق الخطر نور الدين مرابق يونس بالهندة مبارك موصوفة نبيل درار كريم الأحمدي يونس بالهندة المنتخل المغربي في حالة الهجوم مبارك موصوفة كرة خطيرة من على الأطراف المنطقة يظهر أنه سيكون ملحباً بشكل سنة و 18 يطر بلان تسديدة ممتازرة تقدم بصراحة تحية كبيرة الحكم مساعد على شجاعته على دقة في احتساب هذا تسلل لأن الفارق كان صنتيمترات شف العادة بالبطيء وما ذلك صعبة لكن برافو حكم مساعد الشوط الأول ينتهي صفر صفر إذن الشوط الثاني يبدأ لها مع المنتخل المغربي ينتقى دب الكرة نحو مناطق الخصم كريم الأحمدي مبارك موصوفة لكل هدوء البريق يتناقل الكرة من لمسة إلى لمسة الكرة من قدمي هذه تصويبه بأطراف لصابع العارض يبعد الكرة من فوق العارضة الله على التصدي بيلعب للكرة إلى منتصف الثمانتاش والتدخل الممتاز في بعض الكرة ضرب الكرية الآن كرة كانت هدف لو لا تعلق الحارس بهذا التصدي الله على هذا القفاز لكلية تنفت في منتصف وكرة يوقف الحارس بسهولة تمركز السعادة كثيراً في قطع كرة يتقدم فيها يا أكثر من مناطق الخصم الآن كرة بيني خلف المدافعين يونس بالهندة هذه الانطلاق قل يتقدم إنه ممكن تشكل خطورة لكن في نهاية اخسر الكرة مر الساحة من عمر المباراة دخلنا في النصف ساعة أخيرة ويضطرق بالكرة في الأمام تدخل بيخلص الكرة وبي خزري مخالفة يعلنها الحاكم بانتظار القرار الإداري تدخل بيخلص الكرة تدخل بيخلص الكرة تدخل بيخلص الكرة هجوم لمصلحة المنتخب التونسي كرة بتاثر بتاعتم الخط الخلفي رأسية ضعيفة بكل أريحية تاثر إلى الحارس يلعب الكرة بتاقة كبيرة بالمليئة السلام يحرف كيف تخر ومتى تخرج وأين تصل الله على الكرة وحاولوا الكرة لمصلحة المنتخب التونسي يتقدم باتجاه المرمى حكيم زياش بناية الهجمة بشكل ممتاز لكن المدافع كان ذكيم قراها في الوقت المناسب العرضية كانت تضعيفة يخرج المنافس فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام يلعب الكرة في هذا اللقاء هجوم مع المنتخب المغربي شوف انطلاقة اللاعب والتي تتجاوز المدافعين تنتسلل صحيح موسيقى اشتركوا في القناة العربية في وسط المنطقة يقابل الكراب ويخلص من منطقة نور الدين مرابط صافرت نهاية التسعين دقيقة والتعادل هو النتيجة السائدة في المباراة ترجمة نانسي قنقر